اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة عندنا اخبار كتير قوي بخصوص قبل هنتكلم على اللي بقى تسئل عنه بشكل شبه يومي. وهنتكلم كمان على الصغير اللي تستنزل لان فيه ناس قرنته ما بينه وما بين الايفون ايت. الموبايل ده هتتفكك وده هتتفكك. والاجزاء الداخلية تقرنت. وانا عملت حتى شير على في اليوتيوب وفيه ناس قلت انه هو مش مشابه ليه. فهنوضح الجزئية ديت لان فيها كلام كتير. وهنتكلم كمان على الاجهزة اللي قبل ناوية تنزلها في المستقبل. فلو يهمك اي حاجة من الحاجات ديت. اتأكد انك متابع الفيديو للاخر. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرابي. خلينا نبتدي بالاس اي الصغير موقع واللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت انه مختص النواة بيمسك الموبايل. وبيدي له كده بيفككه حتى حتى وبيدي له كده من ناحية الاصلاح بتاعه. يقدر يتصلح بنسبة كام. وكمان بيعمل مقارنة كده ما بين الداخلية والاجزاء الداخلية والاجهزة اللي قبل كده. او حتى نفس من الموبايل بتاع السنة اللي فاتت. فالله حصل ان الموقع ده اتعمل للايفون اس اي. وطبعا كرنه بالايفون ايت اللي هو اكتر حاجة مشابه ليه. هو كمان مش مش متشابه خارجي بس. هو متشابه كمان في اه في الدزاين الداخلي وكمان في الكمبوننت الى حد كبير. ففيه كزا حد في الكمبونتات قال لي لا ان هو مش ايدنتيكال. فخلينا اوضح نقطة. انا لما بقول ان هو متشابه في التصميم الداخلي في فرق ما بين التصميم والاجزاء الداخلية. طبعا في اختلاف في الاجزاء الداخلية. بدليل ان هوات بروسيسور مختلف تماما عن البروسيسور بتاع الايت. بس كتصميم داخلي تقريبا ايدنتيكال. وكتصميم خارجي تقريبا ايدنتيكال للايفون ايت. فالمهم يعني ان انت لما تبص كده على الموبايل المفروض ان الايت على يمينك والاس اي على شمالك. هتلاحظ انه تقريبا الموبايلين شبقوا بعض جدا لدرجة حتى ان الاجزاء الداخلية تقريبا واحدة. وفي حاجة انا اتفاجأت بيها شخصيا ويا الكاميرا. الكاميرا بتاعة الايفون ايت هي هي بتاعة الاس اي. طيب هتقول لي طيب الصورة مختلفة. وكمان الفورك اللي بيصبورته الاس اي مختلف عن الايت. ده كلام مزبوط بس دوت مش اايم على السنسور بتاع الكاميرا بتاع الايت. اا بتاع الاس اي. ده اايم على البروسيسور. يعني الكصة دي كلها ليه علاقة بالفيتشيرز الجديدة اللي هي الاسمارت اتش دي ار والبروسيسور الجديد اللي بيعالج الصور بطريقة مختلفة. وتقريبا الصور اللي بتطلع في الظروف الاضاءة الكويسة بتطلع شبه الصور اللي بيطلعها الايفون الفين. فالمهم الحاجات المتشابهة واللي انت ينفع حتى لو بازت في تصلحها او تغيرها بالايت هي وكمان اللي هي بتاعت الشرايح اللي انت بتحط فيها الشرايح. وكمان الشاشة. الشاشة بتاعت الايفون ايت هي هي الشاشة بتاعت في نقطة مهمة بقى عايز اوضحها بالنسبة للقصة ديات. في ناس كتير بتلوم على قبل ان هي منزلة في الفين وعشرين بالدزاين دوت والقصة ديت. وخليني كده افكرك بشوات حاجات حلوة. عشان الموبايل دوت فيه لغات كتير اوي. اول حاجة الايفون ايت لما نزل في الفين وسبعتاشر كان سعره ربعمية وخمسين دولار. انت دلوقتي بتاخد بتاع الفين وعشرين نفس احدث بتاعت الفين وعشرين بربعمية دولار بس. ففيه فرق خمسين دولار. ودي عند قبل كبيرة. ان الموبايل يرخص ما يغلاش. دي عند قبل كبيرة. ودوت اللي حصل مع الاكس ار والاليفين. الاكس ار كان نزل بسبعمائة وخمسين دولار. السنة اللي بعدها نزل الاليفين بسبعمائة دولار بس. فنفس الكنسبت تاريب. انت بتاخد كتير بالنسبة للمكياس بتاع قبل. بالنسبة للمكياس بتاع الشركات التانية والاندرويد لا. يعني ما بتاخدش كتير بس كوفر اول الموبايل ده حلو جدا. فاحنا بنتكلم في فرق خمسين دولار. بتاخد قصادها بروسسور احدث. بتاخد قصادها افضل في بتاخد كمان الكاميرا هي هي بس السورة اللي انت بتاخدها افضل لان في فيتشارز اعلى. وقابل على طول كده بتعمل حتة انه لو حتى الامكانيات الداخلية والهارد وير واحد بس في بتحجزها للموبايلات اللي بعد كده. كلام ده وتحصل في في كان موجود في بورتريت مود بس درجة العزل بتقدر تحددها. طيب ما اخدهاش او ما اخدهاش. حتى بالسوفت وير الاحدث لا ما اخدهاش. فجينا في الاليفين اضاف الكاميرا الالترا ويد انجل والضاف النايت مود. الالترا ويد انجل مش ينفع يضاف للاكس اس بس النايت مود ينفع يضاف قبل برضو حاجبتها عن الاكس اس. فبالتالي انت بتاخد كل حاجة حلوة في بس من وجهة نظري هو فيه عبين للأسف يعني من وجهة نظري هم عيوب النايت مود مش موجود فيه وده يد فيتشار ما ينفعش نقول ان احنا في الفين وعشرين مش موجودة في اي موبايل. وعلى فكرة هي ملاقش علاقة بالسنسور بتاع الكاميرا ولا لا علاقة باي حاجة. انت معاك احدث بروسيسور ومعاك سنسور بتاع كاميرا محترم جدا على فكرة الايفون ات بيطلع صور كويسة جدا. والسيفن بيطلع صور كويسة جدا. احنا بنتكلم في فروق طفيفة بشكل عام يعني. فبالتالي اكتر عيب مدايقني في ال اسочку هو العيب التاني هي البطارية. البطارية افضل من ال ايت. بس بطارية ال ايت ما كانتش حلوة. البطارية اللي تقدر طول عليها حلوة هي بطارية ال اكس ار. وبعدها الاليفون وبعدها الاليفون برو وبعدها الاليفون برو ماكس. فالاس colocوب مش مقرب خالص لل اكس ار ولا مقرب خالص لل اسي. فيه جاب حوالي تلات او اربع ساعات استخدام. وديت حاجة كبيرة. لغاية دلوقتي الناس اللي جرب Autumn الموبايل بتقول ان هو تقدر تكمل بيليوم بس مش نفس اداء فهو دهات اللي مضيقني في الموبايل دهات اكتر حاجتين اللي مش موجود مش عارف ممكن قبل تعمل ويجي ويجي فيه زي بس البطارية مفيش يمفع يتعامل فيها وهتفضل بنفس المستوى دهات وهتقل كمان مع الزمن لان زي ما انت عارف البطارية بيقل واللي احنا اتكلمنا في الموضوع دهات في فيديو وانفاصل عنها. خلينا نتكلم بقى على الناس كتير قوي بتسأل احنا كنا اتكلمنا في الفيديو دهات اللي فات على المقطع ديات بس هنقول لحاجة جديدة. اولا الموبايل موجود ولا مش موجود موجود وهينزل وقبل شغال عليه. ثانيا الموبايل هينزل السندي? لا مش هينزل السندي. الغريب بقى في الموضوع واللي التسريبات بتقوله ان الموبايل مش هيبقى شبه وانا ليه اتعاقب كبير جدا بس الاول هقول لعلى التسريبات. اولا بتقول ان الموبايل هيجي بحواف مختلفة عن وهيجي كمان ممكن يجيب نوتش اه الشبه اللي موجودة في الاليفين. وكمان بتقول انه هيجيب بصمة في زرار اللي هو على الجنب دوت. ومش هيجي بهم بطن. فبصراحة وهينزل في السنة الجاية اللي هو الفين واحد وعشرين في شهر مارس تقريبا في نفس المعادل اللي نزل فيه الايفون الصغير اللي هو الاس اي. وبصراحة الكلام ده كله عك كبير جدا. لو حصل يعني. اولا الناس كانت بتشتري الاس اي الصغير عشان زرار البصمة وزراره للهوم بطن. وعشان الديزاين القديم بتاع ال 8 وال 7i والديزاين القديم دوت فيه ناس لغاية دلوقتي بتحبه. في ناس لغاية دلوقتي مستنية. في ناس لغاية دلوقتي ما بتحبش التكنولوجي الجديدة اللي موجودة في الموبيلات الاحدث من قبل واللي بتدت من اول الايفون اكس. طيب. دوت لما ييجي بالكسة ديت ما انت كدا بتتكلم في ايفون اكس او ايفون ايليفن واللي اتنين موجودين. فبالتالي انا التسريبات عندي تعقيب كتير عليها وشايف انه مش هتبقى بالكيفية ديت لانه لو موبايل نزل من غير هوم بطن طب ما انا هروح او هروح للإكس او اللي خليني اجيب موبايل قديم من غير هوم بطن ثانيا انا هو جاي ببصمة في الجنب طب ما نروح بحاجة فاتأكد انك متابع القناة يعني وعمل لان اي اخبار جديدة هتنزل بخصوص الموبايل دوت هتكلم عنها في فيديوهات او حتى هنزلها في او في تويتر او كمان في حاجة غريبة كده حصلت قبل عملة على الاكاونت معلوش حاجة خالص بس الفكرة ان قبل بتشوف يعني دلوقتي بتختلف كل شوية من وقت للتاني انا عارف ان الفيسبوك وتويتر مسيطرين بقالهم فترة طويلة بس دلوقتي بقالي مكان كبير وسط السوشال ميديا وكمان بقى ياخد وقت كبير او من الناس فبالتالي قبل عملت عليه بشكل رسمي بس فوق دي. في حاجة غريبة كمان حصلت فيه كده او رسالة فيها عالم ايطاليا ولغة غريبة كده مش عارف اللغة ديت. الناس بتبعطها البعض على تليجرام وتويتر لما بتعمل الرسالة ديت الموبايل بيحصل له كراشنج كده وبيهنج وبيراستر. واخلان نقول لك ان ديت ميزة قبل. هتقول لي ازاي ميزة قبل هفهمك بس. اول حاجة القصة ديت تعالجت من قبل خلي بالك بس ان انت ما تعملش للرسالة ديت اول ما تشوفها او كده. لان هي هتسبب ان الموبايل يعمل له كراش كده ويرسترط. اول حاجة قبل عالجة الكصة ديت. وده هو اللي بتكلم فيها على طول. انه اول ما تحصل مشكلة في سوفت وير ابديت بينزل بتعالج في الكصة. فالسوفت وير ابديت بتاع الاي او اس سرتين بوينت فور بوينت فايف. عالج المشكلة ديت. بس هو لسه في البيتا. فبالتالي لسه منزلش في الموبايلات. فخلي بالك في الوقت ده. والمفروض ان قبل هتنزله باسرع ما يمكن عشان تحل المشكلة ديت. طيب الخبر اللي بعد كده اللي هي علاقة بالايفون تويلف. ولو انت متابع القناة كويس هتلاقي ان كل شوية الخبر ده يتأكد وبعد شوية يتنفي وبعد شوية يتأكد وبعد شوية يتنفي فانا ما بقيتش اخده قوي على محمل جد. بس انا هقوله من باب العلمي بالشيء لانه هو نازل على اغلب المواقع اللي هي علاقة بقبل. وهو ان فيه نسخ هتتأجل من الايفون تويلف. احنا والفايف جي اللي نازل في الايفون تويلف نوعين. حاجة اسمها سوب سيكس وحاجة اسمها مليميتر ويف. المليميتر ويف افضل واحسن. عشان كده قبل قررت ان هي تعمل بتاع الانتنة بنفسها. مش كوالكم. فبالتالي الموضوع ده هتخلى فيه وقت اكبر في تسليم الموبايل. وخاصة في النسخ اللي هي البرو. اللي هي النسخة السكس بوينت سبين انش اللي احنا كنا بنتكلم عنها. فبالتالي الخبر بيقولك انه دوت هيخلي الموبايلات اللي تمزل بالمليميتر ويف اللي هي الاسرع تتأخر شوية عن الموبايلات اللي هتنزل بالسوب سيكس. لغاية دلوقتي لسه الدنيا مش واضحة. لانه احنا بنتكلم في خمس شهور فرق ما بيننا وما بين الاعلان عن الموبايل دوت. فكل يوم بيحصل جديد. وكل يوم بيتم تأكيد الخبر ونفيه. فلغاية دلوقتي لسه ما نعرفش في المستقبل. وفي الوقت القريب اللي هيجي هيوضح الكصة ديت بنسبة كبيرة. طيب الخبر اللي بعد كده اللي هي علاقة بالايماك والايباد اللي هي النسخة ال 11 انش. في تأسربات كبيرة جدا بتقول ان قبل في النص التاني من 2020 اللي احنا فيها ديت هتنزل نسخة احدث من الايماك بحجم شاشة 23 انش. وده هيفرق جدا لان البيزل بتاعة الايماك هتتغير اخيرا اه اللي ما تغيرتش بقى لها سنين كبيرة. ولو عايز تفهم الكمبيوترات اللي قبل بتقدمها والاجهزة ديت احنا كنا كلمنا عنها فيديو مفصل جدا. ولحال فيديو ممتاز جدا بس لأسف هو ماخدش مشاهدات. فالفيديوهات اللي زي ديت بتبقى مهمة وعارف انه في ناس مهتمة بيها بس المشاهدات بتدي اندكيتور كبير اولية على الحاجات اللي الناس مهتمة بيها. فبالتالي انا مش هتم بفيديوهات ما بتجيبش مشاهدات. هركز على الحاجات اللي الناس بتشوفها. لان في النهاية انا مش عايز اعمل حاجة ما تتشافش. الفيديو ما جابش عشرة في المية تقريبا من المشاهدات اللي الفيديوهات التانية بتجيبها فحتى لو الفيديوهات ديت مهمة فبالتالي انا هبعد عنها او هنزلها بس مش بشكل كبير. هنزلها بشكل قليل. المهم ان الناس اللي انها بتشتري دلوقتي النسخة بتاعت قبل دلوقتي بتدي حلوة بس الافضل ان انت تستنى للنسخة اللي هتنزل في النص التاني من الفين وعشرين. وكمان في نسخة حدوش ر انش هتنزل من الايباد. تقريبا في نفس المعاد من السنة. وممكن نشوف التفاصيل دي كلها في اللي هيكون في شهر ستة. في قصة كبيرة قوي اللي هي علاقة بقى بالايربادز قبل مهتمة بالكاتيجوري دوت بنسبة كبيرة. ففي نوعين من هتظهر اولا الايربادز وان والايربادز تو في نسخة تانية اللي هي اللي هي العادية خالص اللي سهلة جدا اللي من غير اللي هي بتبقى مريحة جدا في ديت هتنزل منه نسخة احدث في الفين واحد وعشرين. الحاجة اللي ممكن تنزل الشهر الجاي او في الوبلو دي سي هي اليربادز برو لايت. طبعا مش هيبقى اسمها برو لايت. هي تبقى النسخة من اليربادز برو. فممكن تبقى نفس اليربادز بس من غير الفمش عارف برضو ايه اهميت قبل تعمل حاجة زي كده. بس خلينا نشوف يعني هي بنسبة كبيرة لشهر الجاي او في الودي سي هيتم الاعلان عنها. ولما يتم الاعلان عنها هيبان حاجات كتير قوي هيبان اللي قبل اصداه من الاربوتز دي. في حاجة مهمة جدا بقى انا متحمس جدا لها قبل بتخطط لها بقى لها فترة بتخطط لها بقى لها سنين الحقيقة وهي المعالجات اللي هتبقى موجودة في المكاتل الجديدة. الحقيقة الموضوع ده انا متحمس جدا وعايز اعمل فيديو عنه بس برضو خايف من حتة انه ناس كتير قوي متتفرجش فالموضوع بيفرق معايا انها مبزلش موجود في حاجة ما تجيبش مشاهدات. بس مهم الخبر بيقول ان قبل شغالة على معالجات تستبدل المعالجات بتاعة اللي هي العقيمة جدا اللي بتسبب سخونية كبيرة اللي كل سنة ما بتقدمش حاجة تفرق عن الجيل اللي قبله. والاسف بتتباع لانه مفيش غيرها. مفيش غيرها واي هي وام دي. وبصراحة المعالجات اللي من النوع دوت انا مش حاس ان هي بتقدم اي حاجة كبيرة. لازم يحصل طفرة في القصة ديت. ودوت اللي قبل ناوية تعمله. على الفين واحد وعشرين. في كزا ماك بوك هينزل بـ مع الشريحة اللي هي. ممكن يتعمل كده منها. وتبقى مخصصة للمكاتل الجديدة. الموضوع دوت مش بالسهولة اللي انت متخيلها يعني مش بروسسور هيتغير. وخلاص لا. الموضوع دوت محتاج فيديو كبير. لان البروسسور لما يتغير والبرامج اللي شغال على البروسسور القديم وهو انتل. مش هينفع تشتغل على نفس البروسسور الجديد لان المعمرية مختلفة. والطريقة اللي بيشتغل البروسسور دوت مختلفة عن البروسسور الجديد. فبالتالي لازم بشكل او باخر قبل تحشد كل اللي بيعملوا عشان يعملوا لبروسسوريات الجديدة بتاعتها اللي هتكون ما لهاش اي صوت. الحرة بتاعتها تكاد تكون منعدمة. فبالتالي ده هيغير كمان الدزاين بتاع الماك بوكس اللي هتنزل في الفين وواحد وعشرين. فخلينا نشوف كده ايه اللي هيحصل. وعايز اشوف برضو اراءكو في الكومنتات اه على تعقيبا على الفيديو دوت كل الاخبار اللي فيه العادي والكل واحد يكتب وجهة نظره. ولو عندك اي سؤال بالفيديو او لا اكتبوه في كومنتو. وكمان هسيب لك في الديسكريبشن تويتر وانستجرام. كلمني هناك لو عندك اي سؤال وانا هرد عليك.